بسم الله الرحمن الرحيم نحكو اليوم ان شاء الله على اللاتر الـ chest x3 اللاتر الـ chest x3 ديما فيها مشاكل مهل بيفوتوا فيها بنحكو اليوم ان شاء الله على طريقة بسيطة جدا اتمكنك انك انت تقرأ الـ chest x3 بسرعة You can use any system but this is the way I use to remember what I look for انت تبع وشوف انت طريقتك الخاصة لكن you should remember that the lateral chest x-ray is taken with the AB and BA views mostly to give us a different prospect of deletion but also look at the different areas are not visible on the frontal x-ray such as the heart and the base of the diaphragm so to make it easy just memorize the ABCDA rule which is the ABCDA rule we will say AR B bronchi C cardiac D diaphragm E everything else most importantly the lung A 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 تقريبا هي فهاء الهوام. اه احنا اضل لدهون لكم هيكي. البرونكاي. طبعا. صعب انك انت تثبت. قال هذا هو البرونكاي. اه لمين او البرونكاي اللي صار. لكن عندنا قاعدة ساهل من هيمة الاناتومي. الرايلز. اه شن معنا الرايلز هادي. اه اللي هو هيكون ماشي انتيريور. والانتيريور يعني للبلمونري اه ارتري. واللفت اه برونكاس اه فوقها فايت البلمونري ارتري. اللفت بلمونري ارتري. صار ماشي انتيريور زي ما بنشوفو هنين. واللفت فايت سوبيريور ان الريلاشن للبلمونري في السلسة متاعها. تمام? صار هذا بيكون شني? الرايت. بلمونري ارتري. وهذا اللفت بلمونري ارتري. وهذا البرونكاس بناتو. تمام. اه نمشو للسي. السي هي هان الكارديا كان الميديا ستاينم. اه نرجو ونحكو تاوا عل ايسيم wonts. السي متاعنا هاه hospitality and media stillinom. اه لو هم نحكو مطبعا عل الميديا ستاينم. اه حنا نقدر نقسمو الميديا ستاينم بتاعنا اللي سميريور ميديا ستاينم. وانتيريور ميدا ستاينم. وبديريور ميديا ستاينم. تمام? اه عن طريق الخط هاده لي بندروه، اه possibly نحن ألقى على الأرض هذا هو الأرض المترجم – الأرض أنت مدبيت المكتب بالدرس الجهة المدبيت المكتب اليه و الجهة مدبيت المكتب يعني حول أيضا البرتبرى الكولمن و البضاعة كله يلو القلب كلها تلك مدبيت المكتب تمام لو لقيت انتماس في الانتير ميدي اسطاينم هنحكو لها بعدين في البثالجي لكن على السريح حاجة اسمها تايموما تيراتوما تيرابوليمفوما عادهم من جديد يعني تايموما تيراتوما تايرويد تيرابوليمفوما تمام شن تاني بنقدروا برضو نستخدموا باش نشوفوا لو فيه اي انلارجمنت في مثلا كلما بيصير فيه انلارجمنت هيصير فيه هني بشكل هادا ولو هو اللي فيه المشكلة اه اه المشكلة بيصير فيه التالي لنحن نعرف ان البزن بتاع الهارت هو اللي مشكلة صار لو عندها البلجنج متاعنا رح يكون ادام ولو كان عندنا لفت اتريد اه انلارجمنت البولجنج متاعنا راح يكون التالي وراي كلا. تمام. اه ممتاز. اه شين تاني لو انه عندنا اه ماس في البوستيري الميديا ستاينم اكتر شي الماس هتكون او من العضمات اللي هنية هتكون اه اي اي من تالي نحكو عليهم بعدين ان شاء الله في حصة الفيثالوجي. اه لكن المست كمان اه تيومر ايزيك فرم بوستيري ميديا ستاينم او نيروجينيك تيومر اه تمام نحكو عالديافرام. ادي 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 افرام نبو نشوفه برضو زي ما اتفقنا جاول نشوفه في اير اندر دايفرام. اه برضو اه نقدر نصب طول لو انه فيه اي فري فليويد. الفري فليويد هيكون في الانجل. اه هيكون اسهل انك انت تشوف فليويد. اه في الانجل زهدوما يكون اسهل من انك انت تشوفه في الحقيقة. اه ممتاز صار هيكون بلانتنج بالشكل هادة. اه هيكون شيني كل هادة اه اه بداير لي بلانتنج للكورستوفرينيك انكلز. تمام. اه لبعدها نجو نبو نميزو اما دايفرام من. طريقتنا بسيطة جدا جدا باش نميزو هال هي الرايت دايفرام او دايفرام هذي اللي احنا نشوفه فيها. اه نقول لك اه وين الرايت وين الليفت. الموضوع بسيط. اللي انت تشوف في او خطين. الخط الدايفرام مجيه على هذه اللي نشرح. الخط هاذي الدايفرام. اللي لاصقة في القلب هذي الرايت دايفرام. واللي مش لاصقة في القلب اللي لوطة الليفت دايفرام. لكن نشوف البويشن متاعهم حينعكس. ظنبعت الصورة اللي بنرسمها هو ريت دايفرام. فى في المد المدية كانت لاصقة في القلب. بعدين بتنزل تحت وخطها. هذي الرايت. تمام. الليفت? كانت تحت الرايت لكن بعدين بتولي فوق الليفت فوق الرايت صار الرايت فوق الليفت في لما احنا نحكو في القلب بعدين ما توصل بصير ميديا ستانية بتنزل تحت اختها اللفت دايافرام في اللترالج ستكس ري بتكون تحت الرايت دايافرام بعدين جي فوقها طب انا عدى اصل طريقة انك انت بتصبط الدايافرام متاعك رايت من الليفت دايافرام تمام اه نفس الشي غادي هادي الرايت دايافرام وهادي الليفت دايافرام نجو للاخر حاجة في البرتوكولمتاعنا الـ E اللي هو everything else انت بتمر بعينك وبتمسح اللنغ فيلد كلها بتشوف اي ليجين في اللنغ متاعنا بتشوفها زين وبتركز برضو اللي كان هو اللي سمناه باللون الفسفوري هادا لو فيه طبعا احنا طبعا انا قلنا everything else رقم واحد اللنغ رقم التين لو فيه اي ماسور الهارت اي ماسور الهارت بتبان جدا كويسة باللترالجست اكسرين اه شن تاني فيه حاجة ساين جدا جدا بيك تركز عليه حان اسماه سباين ساين اللون متاع السباين كله منزلنا لوطة في نهاية الثوراسيك فرتبري كلما كانت السباين ادكن من السباينز اللي فوق يعني لو السباينز اللي لوطة طولوا باهتاتي كمبيضات زي السباينز اللي فوق ونقولك هادا بعدين ساين انه فيه لور لوب انيوموني ساركز معاي في الفكرة هادي سباينز اللوطة حتلقاهم داكنات واضحات اكتر من السباينز اللي فوق في الثوراسيك الابر ثوراسيك ابهت من اللور ثوراسيك سباين لو لقيت اللور ثوراسيك سباين حتى هما مليات باهتات زي الابر ولا ابهت من الابر هادا ساين بتاع لوور لوب انيوموني اعتقد هكي نكونو تمينا الاشياء المهمة في اللاتي للجيستيك سري ونتلاقوا ان شاء الله في حصتنا الجاية نبدو في البيثولوجي السكي تمينا ان شاء الله الان سلام عليكم